المغيب في بلدة بوفير ريفية الفرنسية حيث لا شيء مميز سوى أطول كاثدرالية قطية في العالم مع المغيب تتحول واجهة القرن الثاني عشر إلى لوحة مثلة مخطوطات من القرون الوسطى آلات موسيقية وملائكة طائرة تلون الكاثدرالية كما تعاد التمثيل إلى المكان الذي أزيلت منه خلال الثورة الفرنسية وهذه المرة تغني كل هذا يصنع في الستوديو في باريس يرسم المخطط للوحات وفقاً لقياسات الكنيسة العمل مزيج من الهندسة والرسومات والأداء الفني الهدف إعادة بعض الفنون المسرحية للعموم نريد الأبنية الفرنسية العظيمة أن تفسر عما داخلها المشاهدون يستمتعون بهذه العروض هذه أول مرة أقدر دنمال هذه الكاثدرائية إنها جميلة بل رائعة أحببناها كثيراً إنها هندسة ضوئية مسائية تحول الأبنية إلى مدن الأحلام